مرحب بكم وأبدأ معك سيد علي مرة أخرى الدعوة لإدخال المسد في اللجنة الدستورية اليوم المجلس الوطني الكردي ما هو موقفه والإتلاف أيضا من هذا الموضوع هل يرىها دعوة إيجابية يعني كما ذكر بوغدانوف أن قبول الدعوة ممكن أن يكون بمثابة عدم إرادة الإدارة الذاتية تشكيل كام منفصل عن سوريا كلام بوغدانوف أنا طلعت عليه شخصيا أنا شخصيا تفاجأت عندما قرأت طلعت على التصريح من خلال لقاءاتنا مع بوغدانوف في موسكو أو في إقليم كردستان كان يؤكد أنه يعتبرون قصد جزء من منظومة حزب العمال الكردستاني وبالتالي دعم الروسي للقصد سيدعمون الكرد السوريين ضمن دستور هذا هو موقف الرسمي للروس لكن دعنا نؤكد على توقيت هذا التصريح توقيت هذا التصريح له علاقة مباشرة كما قلت بما يحدث داخل أوكرانيا اليوم روس يعتبرون موقف تركي من التحشدات الغربية في أوكرانيا موقف سلبي بالنسبة لهم طبعا موقف أنقرة دمنا ناتو كان واضحا من أي اجتياح محتمل للروس داخل أوكرانيا وبالتالي هم جاءوا إلى ورقة حزب العمال الكردستاني وصرح بوغدانوف بأنه بين قوسين كرد غير ممثلين باللجنة دستورية نحن ككرد سوريين متمثلون داخل لجنة دستورية وداخل المعارضة السورية من خلال المجلس الوطني الكردي نحن لا نمثل حزب العمال الكردستاني إذا كان موسكو تهمها إدخال حزب العمال الكردستاني دمنا لجنة دستورية فهذا لا يعني سوريين أصلا ما الغرض إذا؟ الغرض هو توجيه رسالة إلى الأتراك لإيجاد قوة توازن مع ما يحدث اليوم داخل أوكرانيا موسكو لا تهمها حزب العمال الكردستاني ولا قضياتهم إن وجدت هم يحاولون بين فترة والأخرى استفزاز أتراك من خلال ورقة كرد سوريين نحن ككرد سوريين قضيتنا عادلة قضيتنا لا يمكن أن تكون عبارة عن أجندة بيد روسيا أو بيد الأمريكا نحن حقوقنا سياسية حقوق عادلة ونحن مشاركين ضمن اللجنة دستورية ونحن مشاركون ضمن المعارضة السياسية وبالتالي نحن أول من عارض النظام منذ سبعين عاما نحن نعارض هذا النظام نحارب استبداده لكن لم نكن ولن نكون جزءا من أجندات الدولية والأقليمية داخل سوريا دعني أؤكد على هذه النقطة الروس يحاولون اليوم استخدام ورقة حزب العمال الكردستاني من خلال قصد لإدخالهم داخل لجنة دستورية إذا كان قضية حزب العمال الكردستانية هم الروس لماذا لم يستقبلوا عبدالله أجلون في عام 1999 داخل المطار موسكو لماذا لم يستقبلوهم إذن هذه قضية منفصلة عن كرد السوريين نحن كرد السوريين قضيتنا عادلة قضية سياسية منذ سرعين عاما نظام البعث همش الكرد هجل الكرد اعتقل مناضلين الكرد خطفهم قتالهم وبالتالي نحن مشاركين ككرد السوريين من خلال مجلس الوطن الكردي مجلس الوطن الكردي يمثل اليوم 80% من الكرد السوريين وبالتالي نحن هذا كلام بوغدانوف نحن كمجلس الوطن الكردي ككرد السوريين غير معنين به لا